و أن يحذر من مسارب الشيطان و مداخل الشيطان و أن لا ينخدع بهذه البهارج و بهذه النداءات و الأصوات النشاز اللي والله و إشتبغين في الزواج خذ حريتك الزواج سجن الزواج رق الزواج عبودية الزوج متسلط هذا كلام حقيقة يراد من ورائه هدم الأسرة تدمير الأسر لذلك المرأة يجب عليها أنا أعرف أن كثير من النساء انخدعنا بمثل هذه البهرجات و مثل هذه الأصوات ندمنا ندم شديد لكن متى بعد ما فات الأوان